في أعالي جبال الجوهرة ببلدية الماين يتواجد دوار المال حولد بندوه أين يواجه السكان التهميش والإقصاء في منطقة تفتقر لأبسط ضروريات الحياة من الغاز الطبيعي الماء والطرقات يجي يسرق نص المشروع نص المشروع تاوي يديه مكان والو مكان أنا نطلب من سيد الوالي نطلب من سيد الوالي اللي أنكده وسيد الرئيس يجي يشوفنا يشوفنا ماناش عايشين مكاش ماناش محتوطين في الخريطة ويتساءل قاطن القرية المغزى من صرف الأموال لترميم قاعة علاج لم تفتح منذ عقود من الزمن والله مريض كي نحكو مننا ساسابريا بها ندون خلصوا ميوخمس العلف وميوخمس العلف هو ما يبغيش يستنانا وهذه القاعة العلاج هذه اللي رأي لنا غالقينا رأي عندها 15 سنة من لا يمغلوقها ومن بعد جاءوا داروا لها ترميم الهارلي داروا لها ترميم مكان نيسور نيوالوا جابوا لها جزي بيدي تواسبيغها سبغوها من جهتهم أولياء التلاميذ يطالبون بتوسعة ابتدائية الشهيد مولى الواد وتوفير متوسطة لأبنائهم عندنا أكثر من 500 تلميذ مبين الجوهرة وولاد باندو جيبونا متوسطة ذراري رهم يعانيه وخلال زيارتنا للمنطقة تفاجأنا بالعدد الكبير للبنايات الطوبية وكأننا في العصور الوسطى 2020 ما زلنا في الطوب أكثر من رئيس تبوه نشوف لنا أكثر من الحالة لنا فيها حالة الاستعمار لتبقى هذه المناطق النائية المعزولة بحاجة إلى تكفل جدي من طرف السلطات وليس وعود كذبا مل من سماعها اشتركوا في القناة